اهضار المال العام متين تسعة وستين مليون. يعني معنا واخد خرابة. ده مش هاي اللي بقول اهو. ده الجهاز المركز المحافظات اهو. اهو. متى ادي كان متين تسعة وستين مليون. خلاص? قام مجلس الادارة خلال شهر بصالح المانية سبعة و تلاتين مليون. ثم هنا تلاتين مليون. خد تفضل. محدش بيختلف بس. الله. خلينا بس طيب. محدش بيختلف معك فده. ودي كده. ودي تاني. و سبعة و تسعين مليون. المشكلة فين? انت مش معتقد ان زمالك يحتاج الى الهدوء. خلاص وادي اللعيب ايه? ادي كوي سانية واحدة كم ده ادي واحد اين تلاتة واحد اين تلاتة. تسعة وستين مليون جنيه. اهضار الفلوس لعيه بقى اهي. طيب خلاص. في ايه? انا مستعم خرابة. طيب. خلينا. انا مستعم خرابة. طيب. وبلغ لناب العام بقوله سانة ولا نصمة حاش فيه. خلينا. ده تهاري جهاز مركز المحافظات وتكلمنا فيه. خرابة. الوقتي فيه انه. وقالي رئيس نادي الزمالك ان ضرب على الرصاص حي. وبيت نار. وراحوا ضربوا على بيته نار. طب كل ده ايه ايه ايه? ايه? الزمالك والمقصة عنوان ازمة. ليه? يبقى ان النار ده لما ما تستهلش تكون عنوان ازمة. يبقى لما يكون حكم اتعامة حكم رقم واحد اتعامة في النار الاتنين. والجميع اعترف بانه. ايه استفدت راح تلاتة. طيب انت راح من استفدت ايه? ايه من ازمة مصر والمقاص خسير تلاتة. يبقى انا اتحدى. او سواء لو احنا عايزين. ونص مليون جنيه تدفعه. ولا الهوى ولا مليم. انا بص ان انا بقى ان انا بقى عشان الحوار يبقى حوار محترم. لا 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 اعايز اكمل جملة. اه. عشان احوار محترم. حوار محترم يبقى طرفين. طرف انا بتكلم عنه وطرف يعمل مداخلة. ولا كم ده غلط. عشان احوار اقول لك الناس ما بتعملش مداخلة هيقول لك هيشير. يبقى انا بقول اهو. يبقى رد علي. يقول لي. انا بريد ايخش تلوقتي يقول لي انا ما اتلاقش بقرار ان يوم استهلت المطش. سرد سيلم يعمل المداخلة يقول لي استهلت المرطان انت بتجزد. احنا ما قلناش شوم بتات المطش. حافتقد الناس دي اه اه تراجعت عن كلامها. وقالوا المطش يوم الحد. وانا شايف انه 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 المسألة هلعب السابت. زي الحد. زي التلات. والله ما هتفرق. لا تفرق. وعندك مش هتفرق. اقول لي هتفرق لي بقى. لانه انت عندك مدرب جديد جاي. طب هاولك لاعبين. طب هاولك تفرق ايه? تفرق في ايه? هاولك تفرق ايه? دلوقتي لما يكون عندي مدرب جديد. واخبالك. ومطش اتاجل. وتقال يوم التلاتة. راح جاب مراته. وزوجته كلنا شافيتها صورته. صورتها جابها وجيه في النادي. تمام? عندي لعيبة من منصورة. وعندي لعيبة من الشرقية. وعندي لعيبة من بدرشين. اللي هو زي ايمان حفني كده. اه. خلاص? اتفضلوا خدوا اجازة يومين. زي بنعمل كل كل سنة. لما تبعتلي جواب بالليل تقول لي انت بعد ست ساعتها تلعب الماتش. انت اللي بتهرج مش انا. انت اللي بتهزر. اللعيبة دي برضو مش خرفان. بعد ما خدوا الاجازة وقولوا يلا بتهوا تعال استعامل حسين ومتحك شنب عشان اللي علانات. والبيزنس. واخبالك. يا راجل اللي عادو احمد شوبر في البيت. كده في البيت. عشان عمل برنامج ازاع السوق. انا مكلمة صراحة. وعنت هتحلها لهم يا جماعة شوان مختلف محمد شوبر هديه. قال لك يوعد في بيته. يوعد. فروس تتكلم. وكان هو بيحلل في النيل للرياضة عدوه في بيته. تمام? اه. لا انا كده بس. انا ما بخافش اللي بربنا. واقل. انا بقول لك انت بعتلي الجدول. قلتلي الماتش يوم السبت لو السبت اتأخرت ديها. ديها واحدة. قول لي انت انسحبت. تمام? ادي واحدة. اتنين. لو انا بريد دلوقتي عمل مداخلة او صاروة او اي حد في حد الكورة. مجد عبد غاني اعمال لي لف في كل القنوات وكنت نايم فترة نايم فيها. ما هو عارف يا ابن عم السبعة غاد تسحب. تمام? خش يا مجد يقول تعال خش خش كده علي يقول انت بتجزب يا مرتضى يا منصور. لم يحدث. انا افتقد ان كل ده يا مرتضى عندك حق فيه. طيب. اه المشكلة ان انا معيش الزمالك على طول في ازمات. وياخد بطولاته لما ياخدش. ما يهمش من تأخدت بطولة وبعد كده. لا يا فندم. انا لسه اخد الصبر. عايز السمارة تاخد بطولات. ماشي. انا ابينا لسه اخد الصبر اشار من فات. انا انا بيجعب ان الفريق وحش دلوقتي. انا بيجعب الفريق كان مدارب وغيرنا. خليني اعيد. تمام. انا راتي اشار الفاتي اخد الصبر من الاهلي. واخد كاس مصر مرتين من الاهلي. لاول مرة زمالك ياخد بطولات من الاهلي مباشرة. تمام? واخد دوري عام. خلاص? واخد اربعة كاس واربعة. وجاي تكلمنا عن بطولات في سنتين والزمالك. كل عشرين سنة بياخد بطولة الراجل. طيب اكوني دا كويس نكمل بقى. انت ممكن انت خدت بطولة بص الدوري هي البطولة الام. انت خدت بطولة. اه. كمل بقى في الان ياخد بطولة وانت تاخد بطولة. وانا ما حدش متفق معايا عامل عقد معايا. ان انا اخد كل بطولات الموسم. لا. وما حد. وهي. وهي الكرة مفيش حد يستطيع. انا باشي لنا بيعمل دولة ريال ما دارين. انا اكسب دوري اخسر كاس. اكسب سوبر. اخسر دوري. اكسب اه طايرة. اخسر سلة. هي دي الرياضة. وعشان كده بقول انه انا معديش مشكلة مع النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده فرق الرياضية مش محتاج حد يساعده. تاني مش محتاج حد يساعده. بس ادي اهو تاني بقول اهو على مسؤوليتي. ده بلغ متقدم للنائب العام. تاني. للنائب العام. اه. بتسجيلاته. خلاص? اهو. اتدفعت رشوة من اماد الازهاري. رئيس قطاع في شركة فودافون. في بيت مصطفى حسن بلتاجي. يوم خمستاشر اتناشر افين وخمستاشر. الساعة احداشر ونص. وفودافون هي الشركة الرعية. خلاص انت مقدم بلاغ بقى. اما انا بقول لك اهو ما انت عايز تعرف اهو. خلينا بس الوقتي في في القضية نفسها. بس خلاص احنا قلنا اهوة المساعدات قلنا كلها. طيب ماشي. تعتقد تاني ان الزمالك ممكن يعيش في في هذا التوتر. والله جماهير الزمالك تشعر بهذا. انت تعتقد ان قوتك تخيف خصومك. لا قوتك دلوقتي تخيف. يا عم ما انضوحها بس ساعة تسعة السنين ما حدش نطع. ما وحد اقل لك الوقتي هل اللي بي. هو اللي يجيه راجع على البطولات. هو الوقتي هتكلمه عنه. وهل حد بيمتدح ممدوح عباسي يا ابس. طب ما انا بيها واخد اربعة بس اربعة كاس. دوري. في اضايا الفساد حينما كنت تواجه. كنا معاه. ونهاء افريقي. تمام اول مرة زمالك من الفين واتنين وصل نهاء افريقيا. حلاص. هو الزمالك لما تغلب بقى مرتدى هو السبب. هتوله ارض. ولما الزمالك خاد اربعة كاس ودوري الصوبر. المدرب العبقاري فريرة. وفيها جماعة. العواصف الدائمة يا يا استاذ مرتدى تخلي الناس بتحس بالكهربا في دماغها. لن قومي بوسابين. الراسي مش هتتحني الا رباية سبحانه وتعالى وانا بركع بسكت. في معادة زالك مفيش مخلوق. هجيب راسي الارض. طيب. قولك تاني. انا. وانا في مجل الشعب. خلي بالك. وانت عارف تاريخ في مجل الشعب. ايام زكي بادري. في از جبروت المجلس المجلس استقلت من العام منصة. وانت عايف ان انا مستقيل من العام منصة. تمام? بس يا واقل. لان تنحني رأسي الا ربنا سبحانه وتعالى. طيب. ده كويس جدا. بس الزكاة وان قوتك يا استاذ مرتدى اه قوة تضاف لنادي الزمالك ولا تكون عبقا عليه. اصبحت عبقا على نادي الزمالك صدقني. طب ايه هولك حاجة. طب انا. طب انا مستعد يا واقل الاستقيل بكرة ونعمل انتخابات. بقى شو. ما ما. سيبك مساعد على المواقع دول يا واقعي. خليها بس عشان احنا المتفكرون ما يبقاش في. يعني فيه ايان اللي هم على المواقع دول. اه. اللي مشتوبوا رئيس الجمهورية. وبشتموك. ومشتوبوا مصر كلها. سلاح منهم. طب ما انا 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 طيب خد يعني انا اللي بقولك من خلال مناقشات مع اصدقاء. قوة رئيس نادي الزمالك في اه في وقت من الاوقات كانت تحمي الزمالك. دلوقتي بتهد في الزمالك. انا مش طب. انا مش طب. مين بيقولك بيهد? دلوقتي بتعمل مش. انت مستفزين بيقولك يا فكرة. اللاعب حيتأثر يا رجل. مين قالك ليه بتأثر? اليداعي. اللاعب تليه عليك ما كناش بالمتعاب. اليداعي يبقى عامل كده. يا بيه يا بيه يا بيش تبك بالكلام ده. الناس لزمالك عايز حد قوي. وانا قوي على فكرة. في اللوايح. لو انا كان عندي الماتش يوم السبت. وما روحتش تقول انت انت بتعمل لي كده. انت بقيتلي السبت. وعشان الفلوس بتاع الدعاء بتاع الاعلانات. خلاص. وعشان متحد شلبي بيخطط مع الاخ عامر حسين. اللي هو يا انا رئيسه. خلاص انا انا بقولك انه 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 يتم جدولة مباريات الكرة على الهوى بازش. ده خطأ. طب انا هلعب ازاي. وخطأ جسير. طب انا ينفع يجيلي جواب الليل. تقول لي روح يلعب الصبح. عارف لو قلت ايه? لو قلت انا انا هلعب لحد لكن مش هسكت على مما يحدث وافرت هزيه القضاة. هتلاقي الناس معاك. ولا حد هيصال فيك اوائل. ولا حد اسمعك. وبعدين عايز اقول لك. اسألك سؤال. الفيلم الهندي اللي اتعمل ده. انا بعيت لك جواب وتقول لك انا مش هاجي. انا معادي معاك يوم الثلاثة. خلاص يا سؤال? اه. معادي الثلاثة. خلاص? المطش ده بتاع مين? بتاع الزمالك. بتاع يوم السبت بتاع الزمالك. اللي اتعمل لحد. سؤالي الاولاني. مين دفع ايجار الملعب وفتحه? انا مدفعتش. المفروض انا الزمالك قبل ما اروح بيومين بادفع الستين الف جنيه. عالترابيزة الانبي ولا مش هادر خلي. مين اللي دفع ونور النور وفتح? على حساب مين? الملعب. يا جاوبني. يوم الحد يا معادي. اه يوم الحد على اقتبار ده ماتش الزمالك. بالزرق. مش هينفع حتى المقصة ينزل الملعب. والحكام ييجوا. كل ده لما تفتح. مين فتح لهم? مين دفع لهم الستين الف جنيه? اني عايزين نسعن. السؤال الاولاني. السؤال التاني. انا باعت لرئيس الاعلام اللي هو سيد حسين زين. جواب رسمي. قلت له من فضلك. جماعة العمية قررت فسخ التعاقد مع بسبب اه اه ناس بتشتب نادي الزمالك في قونسبورت. احترمي طبعا للقناة والصحابها. وبتشتب نادي الزمالك في دي ام سيه بقيادة احمد حسن. وولد اسم ابرهيم مش عارف فهي ولا اسم ابرهيم. خلاص? مين اللي مين دخل القناة دي? ده جواب رسمي مش قراري. قرار جماعة ومية. مين اللي لبس محمد فاروق الحاكم اللبس اللي سوة وهو ده واخبالك وعمل نفسه وحاكم. يعني المشهد اللي احنا شفناه في الملعب ده انه الحاكم في نص الملعب. التمسيلية يا بيه. ومصر المقارب. ما انا بقيت لك جواب رسمي. ده لا يجب انه يحدث لان انت اللي بتدفع الفلوس. بس انا وعشان كده النهاردة فريق راح التلاتة. وعملنا واحدة لاثبات حالة. تمام? انت بعت الفريق النهاردة. اه راح النهاردة. ليه? انا راجل القانون. لان انا هوصل معاك للمحكمة. واوصل معاك للمحكمة. انت عارف يا واقل? اه. ان الجوابات اللي بقيتها لي بتاع الامن دي. اهي. اللي عندك اه. اه. تلجي بتحاد الكرة بتوقف النشاط. طيب. ما ده ما ده انا هتكلم معاك فيه بس بعد الفصل. بعد الفصل انا بجأة سئلة كتير. هكمل معاك في انه قوة رئيس نادي الزمالك. اه. التي كانت تحمي نادي الزمالك. وهو يعتقد انها تحمي الان. اصبحت عبقا على نادي الزمالك. هسألك تاني في انه هل بتثير كل هذه القضايا. علشان الزمالك بقى خارج الصورة. بسبب اهتزاز المستوى. وبسبب. اه. وده الحالة ما بقول اهتزاز المستوى. انا انا كا. كا. لا. ولانك دايما بتقول ده عشان. ما بشوفش المتشاط بعد ان ازداد الفار. انا اشوف برشلونة هيلعب ريال مدريد يوم الحد. وبينهما سلاس نقاط. انا استمتع بدا. لا. هنشوف بعد الفصل. وحنشوف كمان ايه احكاية السحر اللي اللي استاذ مرتضى منصور مصمم عليها. وبقول خلاص فكينا السحر. للاعب الزمالي. طيب. هنكمل كل ده بعد الفصل.